ومع اقتراب الدخول المدرسي تعرف أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا هذا ما أرجع أصحاب الشان إلى قياب الصناع المحلية لهذه المواد وارتفاع نسبة الاستراتق والإيمان أيش مع بدء العد العكسي للدخول المدرسي جولة خاطفة قادت كاميرا قناة النهار إلى بعض نقاط بيع الأدوات المدرسية أين سجلت أسعار الأدوات المدرسية لهذا الموسم ارتفاعا محسوسا ذلك بنسبة تفوق 20% مقارنة بالسنة الماضية ارتفاع أثقل كاهل أرباب الأسر الجزائرية موازاتا مع نهاية العطلة الصيفية واقتراب عيد الأضحى المبارك هذا العام فارفور العملية فات شوية غالية فرس كالعام هذا المواسم جاء على ضرم هناك رمضان والعيد الصغير وجاء العيد كبير حبي يقول اسم الميزانية شوية تعليل إنسان شوية فرغت شوية لها ندرة الإنتاج المحلي للأدوات المدرسية من بين أسباب ارتفاع الأسعار حسب أصحاب المحلات الضغمونتاشون هي انتر 20% و 25% ما حنا في أدفنسد أوفيسران لديلين ديولميز يلحقوا حتى 30% بون الأسعار المرتفعة جعل نقدر نقول له تلت أسباب أساسية حاجة الأولى ما بناشى منتوج محلي اللي نقدر نقارن به المنتجات المستوردة حاجة تانية نقدر نقول له بلك لتاكس زادوا هادو هاد العام ونميرو طرواه بيانسور دينار اللي راه توجور إنخفاض مستمر لا تزال تبعية الجزائر للخارج متواصلة حتى في أبسط الأدوات رغم شعارات الحكومة التي تتغنى بتقليص فاتورة الاستراد وتشجيع المنتوج المحلي حديثنا اليوم حول الدخول الاجتماعي كما شاهدنا في التقرير عين فقط أدوات مدرسية في ارتفاع ماذا ستواجه الأسرة الجزائرية رمضان دخول المدرسي العيد الأسر نرجع إلى ما قبل الدخول الاجتماعي نرجع بسلسلة الوراء نقول له شهر رمضان وما يشهده المستهلك نرى المستهلك المواطن الجزائري أن يحضر ميزانية خارقة للعادة في شهر رمضان بعد انتهاء شهر رمضان عنده عيد الفطر الملابس زيد مع الملابس مقرونة بارتفاع سلع الملابس ما في شهر رمضان استرتفاع سلع الملاود الاستهلاكية من لحوم حمراء وبيضاء ولاحظنا ارتفاع أسعار كبيرة من بعد الجهة العطلة الصيفية دوك المواطن الجزائري المستهلك يحب يرفعها على نفسه تلقاها محتار في أمره مع ارتفاع وغلاء المرافق وقلتها تلقاها يحدد ميزانية من بعد أو جايه عيد الأضحى يعني يقول لك أنا نشري الأضحية الأضحية أيضا مرتفعة احنا الموالين هذو مفهمناش يعني كائن الجفاف للأضحية مرتفعة في السعر كائن المواد كما قولوا كائن نشتاو الحمد لله وكائن العلف ومنها نلقاوا الأرفع للأسعار مرتفعة من بعد يجي ما هو أهم وهو الدخول المدرسي يعني الشيء الأهم يعني الإنسان لا شروا عايش عايش باش يحضر الولادة تاعو باش يحفزهم تحفيز العلمي باش يقريهم يعني الأهم الشيء الأهم تلقاها ما يعطي لهش أهمية إلا في أمر كأن أمور داخلها على المجتمع الجزائري تلقاها في الدخول المدرسي شوفي يشري له كسوة العيد عيد الفضر من بعد يزيد له تع العيد الأضحى من بعد يقول لك أنا أوليدي يدخل بملابس جديدة للمدرسة مع الدخول المدرسي يعني هنا يكلف المواطن نفسه أمر ما لطقت له به ويهمل شيء الأهم اللي هي الأدوات المدرسية يعني حتى الأطفال اليوم ربما متطلباتهم أصبحت يعني يفرد على الأبتع وأنه لازم أنا ربما صحابي يقام دخلين بملابس جديدة أنا لازم لي ملابس جديدة يعني الأبتع ربما يزيد من مصاريف كما يقولوا يزير يزيد من المصاريف ويلحق يلحق الدرجة يعني يقول لك يعني إحنا الحمد لله أرى أنا كنا جزائرين وكنا من طبقة واحدة يعني كنتكلم معك هاك ما شو نخص شخص أو شخص آخر تلقاي في الأسرة الجزائرية لأبي يكلف نفسه وما لطقت له به تلقاي هي شريلة الولد التاعوي شريله حذاء رياضي اللي يبالك السعر التاعور أو النصف الراتب بنت أو علاش تكلف نفسك أمر كتر من هذا شريله أدوات مدرسية يعني ما هي ذات جودة أقلام ومحفظة حنا كما نقوله في الوقت لأنه وش كانوا الوالدين التاعنا كانوا في الموسم الدراسي يقتلوننا أدوات تصلح لعدة كما قولوا مراحل إلا أنه سنوات إلا أنه الإنسان ما لازمش يكلف نفسه ما رطقت له به رأنا نشوفه يعني الأبي يعمل الأم تعمل يعني تخيل أنت لهجم الساعي تعال عمل تعال لساء تعال أم رايي أم رايي تربي يعني المرأة أولا تعمل ثمان ساعات تدخل في حيرة من أمرها تقولوا كنا نعمل باش صح كما قولوا في المجتمع إلا أنها من جانب آخر رأي تهمش تربية أولادها على أساس أن يقول لك ما لحقناش تلقى الأبي يعمل أم تعمل إلا أنه لازم يكون فيها ترشيد في الميزانية يعني كيف يكون ترشيد الميزانية يعني يكون ترشيد الميزانية ربما العائلات اليوم ما عندهمش برنامج أولويات وكماليات لازم يكون فيها ترشيد نعطيك على سبيل المثال وكل شيء مقرون مقرون نحن نطالبوا يعني بيزارة التجارة بتسقيف هامش الربح يعني رأنا نشوفه تجار يشري السلعانات على سبيل المثال مية دينار يجي بحاف محل تجزئ ميتين دينار يعني بالأمس اتجلنا عدز تجاري يعني قرابة 12 مليار مليار يعني 11 مليار فاصل 93 ونراه كما نقول ونراه نحن ورهم نم يتعاملوا بالفوتارة يعني قلت لك هامش هامش الربح ما روش مستقف ما روش محدد يعني هامش الربح انت تخيلي إنسان يدي ميتين في المياه تلحق للمواطن البسيط صح القدرة الشرائية للمواطن المستهلك الجزائري رعيفة إلا أنه في آخر المطاف رح يشري من عند بائع التجزئة اللي روخابي معه هامش الربح كبير يعني هنا رأي خسارة في خسارة والمواطن يبقى في حيرة من أمره لازم تكون عنده سياسة استهلاكية رشيدة يعني يدير الميزانيات يرتب بالأولويات كما ذكرت يرتب بالأولويات على الكماليات يعني صح العيد الأضحى رأي لك سنة إلا أنه الإنسان ما يكلفش طاقته فوق طاقته يعني مشكلة ذهنيات ذهنيات نعطيك شهر رمضان شهر رمضان شهر فضيل شهر عبادة وطاعة تلقايا هم كلف نفسه ميزانية ويقول لك راني تسلفت يقول لك مئة ألف مئة وخمسين ألف دينار الموهي من عقب اليامات وتلقايا الجانب الديني تعون مهمل يجي العيد الأضحية شعائر يعني رأي شعيرة كبيرة تلقايا هم كلف نفسه صدقيني ماشي باشي شيء الأضحية يقول لك أنا والله يعني نتقبل بها الله عز وجل لا بسكو جاريرا ويجاب حاجة كبيرة هذا الأمور اللي ولد أصبحت دخيلة على المجتمع الجزائري هذا الأمور يقول لك أنا جاريرا أو عقب كما نقول وإحنا العطلة تتعوف في تونس الروح نعقب هنا أنا في إسبانيا ولا في تركيا علاش تكلف نفسك ما أنا تقتلك به إحنا الأمور كما نقول وإحنا الأمور من بعدها يقع في مشكلة الاستدانة الاستدانة إحنا الأمور كما نقول التقنية إحنا رأينا كمون الضمار رأينا نطالبه كما نقول الحكومة الجزائرية أنه يديروا كما نقول إحنا التسقيف لهامش الربح ويلازم نتعاملوا بالفوترة هذه الأسواق الأسبوعية اللي رأينا يشوفوها رأي تساعد المواطن يروح مسكين يقتني يقول لك غلاء الأثمان يخفض الأثمان ونوجه رسالة للتجار هذا ونقول لهم رأيكم جزائريين ترحموا رحموا هذا المواطن البسيط يعني أنتي يجيك مواطن يقتني أدوة مدرسية الكل عندنا أولاد تخيل أنتي عندك ثلاثة في المراحل الابتدائية والمتوسطة المحفظات أنا أشت محفظات لحكة 5 ألف دينار هل هي 5 ألف دينار محفظة هذه يقول لك 5 ألف دينار والأولاد كما قلوا إحنا ولفناهم على وحدة طبع لا تقدريش تقول لهم لا تقتني لهم محفظة بـ 5 ألف دينار والأدوات زيد على ذلك أن الدولة حكومة الجزائرية رزدت المنحة على الطلاب هنا لازم تكون قرارات صارمة فيما يخص البلديات لتقوم بتقسيم المنحة يا جماعات رأيكي الناس رأيكي الناس مش من العائلات المعوزة وراء تأخذ المنحة لازم تكون رقابة وتكون تشديد هنا تشديد عليهم باش هذا المبالغ الطائرة اللي رزدتها لحكومة الجزائرية باش تتوجه لفئة معينة لازم تتوجه لهذه الفئة تتوجه لفئة المعوزين ولازم نطلبه برفع 6 ألف دينار مولاكي تقضي حاجة حاجة كبيرة حبينا كما قلوا أن يزيدوا يضعفوا فيها تضعف حتى 6 ألف ألف دينار ولكن مع الرقابة لأنه باش كل ذي حق يأخذ حقه احنا تلقا مقاول ويروح يدير للدموت لاحظنا لاحظنا يعني سمعنا يعني قرينا شفنا ناس تقيني غير لابس بهم لابس طمعا تفصل ثلاث دينار تعزوالي هذا يعني ناس ما عندهاش محروم مسكين تلقاها هيتم تلقاها الأب تتعو الدخل تتعو ضعيف زي تحرموا تم المستلزمة تتعو وتأخذ له حقه يعني كطالب كطالب مسكين رأوا ليك في المناء ونحن نزيد نطالبوا يعني الحكومة الجزائية نطالبوهم باش يزيدوا يرفعوا لأن الأمور اللي عندها علاقة بالتحصيل العلمي نحفزوا الموت نحفزوا هذا الطفل المسكين هذا نساعدوه في جميع الأطوار يعني خصوصا لدينا يأتونا من ولايات مجاورة ربما المبيت في المسكن الجامعي يحتاج لمتطلبات الحياة يحتاجوا أنا مكتبش عليك أنا راني مع منع المنح للأشخاص كما يقول لا بس به يعني طالب يعني مفروض أنه هو يتخلى المنحة هذه كطالب يعني بس ما يسور الحال يعني كما يقول أنت لي تساعد طالب كمبدأ أنت طالب أنت تساعد الطالب اللي ما عندوش يعني الحمد لله مازال الخير في شعب جزائرية الحمد لله نحن شعب متعاطف والحمد لله ونوجه رسالة من هذا المنبر الكريم نوجه رسالة ونقول يا أصحاب الحال الميسور شوفوا في هذه الأيام الناس كما يقولوا ميسورة الحال لمن ناس اللي ما عندهاش يعني من فقاراء ومساكين وإيتام يعني مساعدتها بأبسط الأمور يعني خود يعني ولد ولا زوج إديه معاك روح قتنلوا الأدوات المدرسية فرحوا ونعود ونقول له هنا للمواطن يعني والصيوة ونقول له ما تخليش الأساسيات تروحي كمالية حذر وليدك حذر له المحفظة بأدوات تكون كما قولوا ذات نوعية جيدة حفزوا بشيء على الدراسة يعني رسخ عنده العقليات يا ولدي ما عليش الإنسان الأب تاعك ما يقدرش يكلف نفسه ما لطقت له به لازم تكون هذه الأمور لكن العائلات الجزائرية اليوم يعني لو نحطوها أمام ربما شراء هذه شعيرة يعني هذه الأمور يعني هنا وظن رب لك مخير يعني هنا مش تفرض عليه تقول لهم ما تشريش ها رأي لك شعيرة يعني الإضحة ها رأي لك شعيرة إلا أنه لكن لا يكلف نفسه لا يكلف الله نفسه إلا وسعه قدرت على أضحية 40 ألف دينار شرية أضحية 40 ألف 20 ألف 20 ألف أنا يقول لك كنا كاين ناس يعني يشري أضحية 120 ألف دينار بش يحطها يربطها قدام الباب على أساس أنه رأي شرية أضحية كبيرة وهمل الجانب يعني رأي شعيرة كبيرة عند الله عز وجل يعني تخيل أنت شيء رأي حتقدمه لله عز وجل من بعد تجي به أنت على جل تباهي بعدك تقعي في المشكلة على الاستدانة وفلان رأي سال وفلان رأي سال إلا أنه كلها أمور مترابطة يعني رمضان رمضان متعلق بالسلع التجارية السلع التجارية غالية المواطن يرسد ميزانية كبيرة نحن كلها عنده علاقة مترابط يعني ما نلقيه باللومة إلا على المواطن هذا الضعيف هذا المواطن المستهلك الضعيف نلقيه عليه اللوم لأنه رغم ارتفاع الأسعار يعني نشوف إقبال المواطن يعني إقبال مغلوب على أمره الأساسيات نعطيكها سبيل المثال هنا يعني ذكرتيني يعني ذكرك بشهاد إن شاء الله سلع كائن نحن عدنا السلع أساسية مثقفينها يعني الحليب والخبز نحن كائن مواد أساسية أخرى لازم تتصقف الأسعار نقاحها لازم تتصقف يعني نحن لسبيل المثال تعني البطاطا قريب وهي تولي بورس يعني راي في بورس يعني تتتتنخافض وترتفع وراي مادة أساسية ومادة استهلاكية علىها ما نتصقفوش الأسعار تشديد الرقابة على بائعي الجملة وبائعي التجزئة يعني نظام الفوطرة كل شيء يجب أن يكون محسوب خلاص لازم كل شيء يكون محسوب باش يجي المراقب يرفع قال السلعة هادي شريتها 100 دينار على شركت عرض فيها 200 دينار بأي حق هذا الهامش يعني اللي يخدمها ويصنحها وشقع لها ما أخداش هامش الربح مثل هذا التاجر هذا يعني كيف العائلة الجزائرية اليوم أنها ترشد نفقتها يعني أنتم كمنظمة حماية المستهلك هل أعدت تمرم مع بعض المخططات وحاملات توعوية؟ نحن عدنا الرابط تعنا عبر الصفحة الفيسبوك يعني نعرضوا بعض البرامج نعرضوهم الحمد لله نصفحة نلاحقين 250 ألف نعرضوا البرامج بطريقة كما نقولوا نحن نسيه نرشده نحن ما نفرضوش على المواطن مواطن مخير إلا أنه نعطيه بعض التقنيات بعض الأمور قال الأولويات قال كما نقولوا إحنا قولوا تروح تتجوز العطلة الصيفية تاعة كنتاك كما نقولوا في الخارج أرواح هنا في الجزائر سيين عاونوا هذه المدن الساحلية هذه العائلات اللي رأيتستنى بفارغ الصبر هذا كما نقولوا إحنا الفترة الصيفية لسيزون استفال ناس كما نقولوا كين مدن متع القاقر بسياحة برك مدن الساحلية سيين كفاش تحفز خلي هذا الدينار هذا الدينار الجزائري عاون خوك الجزائري به الدخول المدرسي الدخول المدرسي قال يا أخي اقتني السلع الفلانية عيد الأضحاء عدنا برنامج كأن الأخ سعمير القصوري عمل فيديو يعني قام خرج الواقع وشاف ودرنا فيها توضيحات المواطن باش ما يوقعش في المغالطات عند شراء أضحية العيد فيها أمور يعني أمور مترتبة ومتسلسلة يعني إحنا إلا أنه هذا الأمر الوحيد ما يكفيش لازم من رسخ الثقافة الاستهلاكية للمواطن كنت تحدث على السياحة يعني رغم فرض يعني على الحدود التونسية 30 دينار تونسي إلا أنه يعني الجزائريين هم يعني السباقين للذهاب إلى تونس والله يعني رغم أنهم يشتكوا من 30 دينار تونسي لو أنه نتكلم معك نحن نخرج على السياق المنظمة ونأخذ واحد المجال يعني كمواطن يعني نتكلم معك كمواطن الشي اللي راح نحكيه لك أنا أخير المنظمة نحكيه لك كمواطن جزائر صدقيني 30 دينار ما نروحش وين كانوا الجزائريين في العشرية السوداء ونتحمل يعني مسؤوليتي وين كانوا الجزائريين في العشرية السوداء الكل كان يشوف فينا إرهاب أنت تجي تقولي ننقذ الاقتصاد التونسي تروح تنقذ نتال الاقتصاد التونسي على أساس تروح أنت وترمي درهمك وزيد تخلص الضريبات 30 دينار كما بدأ أن نولي الأخت نروح ندير كما يقول كما يقولون في الزندالوس ولا نديروا مننا ونأخذ أولادي ونخرج كين الحمد لله يا ربي يعني كما يقول غير طبيعة غير طبيعة لما تخص حاجة بر كما يقول الإنسان أن يفتعوا ما فيهاش ما فيهاش لعب إلا أنه طوابير الله غالب ما ماني أنا يقول لي يخلص لأتي دينار ويغلق عليها الحدود ما نروح نعبد نقولي بالعائلة التاعية والمصاريف هذي نعبد أن كما يقول نسترجع المصاريف التاعي ونجوز العطلة في البلاد التاعي والحمد لله شوفي اللي مدارش الجزائر وما حوز في بلادهم يعني داير عملت يا ولاية الجزائر الحمد لله والله صدقيني عندنا إحنا قارة وعندنا بلاد والله صدقيني ريتوسيل كما يقول اللعاب الغيورين والحسودين على البلاد هذه الإنسان يحمد الله عز وجل لأنه من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر نحمد الله عز وجل أنا نقول لك يعني هنا علاش أرام لك علاش أرام عندنا ولادنا إحنا ولادنا وخاوتنا وأهلنا أرام لك في الحدود رحت المناطق الإيليزي حبت الإيليزي حبت الإيناميناس حبت التندوف الأضرار بشار مناطق معزولة واش تلقى تلقى إلا درك الحدود تلقى الجيش راوليك مأمن أنا كيفها بلادي الحمد لله مأمنها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا أن نروح أنا البلاد ليفرض عليها ضاربة ولا يفرض عليها أمور وحدة أخرين حتى أنها تعاني من استقرار أمني تعاني من استقرار يعني أنا ذكرت الأمر هذا قلت لك هذا الأمر خارج على سياق المنظمة هذا كأمر كما قلوا شخصي أنا رمي أولاد بلادي رمي ضحيو هنا باش استقرار الأمن في الجزائر وفي البلاد والحمد لله صدقيني سافرت في قعد الساعات الثالثة صباحا الرابعة صباحا حاكم طريقه ماشي طريق معزول من إينامي نص إيليزي ولا من أضرار البشر طرق معزولة والحمد لله ماشي وفرحاني أنه على بالي كل شبر من ربوع الوطن هذا أرى وليك مأمن وراه ومحمي نروح لبلاد أنا اللي تعاني من استقرار أنا أمني من بعد هذوق أنت اللي رحت لحدود وانت اللي خلص 30 دينار أنا الإنسان اللي راح كما يقوله برده ما راو يتحمل مسؤوليته ويقول لك حنا رأنا ندعمه في الاقتصاد التونسي أنت اللي رحت أنت اللي رحت أنا رح ندعم منطقة جنوبية رح نجوز كما نقوله العطلة الشتوية التعي في منطقة جنوبية نروح نتقبل أنه نشري قارورة تعمى بـ 50 دينار ونشريها على الجزائري ونساعده هذا الأمر هذا كما نقوله سيلا لا 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 للتوريزم أنتر يعني السياحة الداخلية رأي تلعب دور كبير شوفي برك في الولايات المتحدة تلقاي العائلات يخذوا يروح الكمبينكار وعندوا المؤهلات بشي يروح يزور أوروبا ويزور أمريكا الجنوبية إلا أنه يروح يدخل يتوغل في المناطق الداخلية ويخلي العملة نتاعه في بلاده يعاون نوليد بلاده نحن كالجزائريين نروح نتعكب بنتاك كما نقوله عطلة بعشرين مليون في تونس كاين لحقتنا لاحقت حتى 300 ألف دينار يعني أب والزوجة تاعوا أربع أولاد أسعار مغرية مننا ومبعدنا نتعامل بمعاملة لا الإنسان شوية إحنا الجزائريين شوية دمنا سخون وعندنا نيف نعم وهذه خارج خارج إطار المرضى نعم سنعود إلى الموضوع وترشدنا فقط بالنسبة للأسجزائية خاصة المتوسطة الداخل لو نتحدث يعني على ثقافة المقاطعة يعني شفنا في بعض الأحيان مقاطعة بعض المواد لم يعني حبسوا من استورادها لكن شعب جزائري يعني لما يصيبها يعني رغم أنها باهضة كمن يقتنيها نحن فيما يخص المقاطعة نحن لعبنا ضر نعم نعم الفرض قمنا بحملة تحسيسية لمقاطعة مادة السردين لحقت 800 دينار صدقيني لحقت لما الثالث أو رابع يوم من المقاطعة لحقت 150 دينار في جيجل عرفنا السعر الحقيقي لمادة السردين ومادة أساسية نقول للمواطن قاطع أي اللحوم البيضائر أي ارتفعت قاطع ما نشريش لازم تكون عندي سياسة المقاطعة اللفت الحق ب400 دينار ما نشريش في العيد الحق 40 الحق 400 دينار في العيد ما نشريش الحاجة للمواطن لما تكون مادة غير أساسية غلث ثمن التحاء ما تشريهاش هذا كمبدأ من أبسط مواطن في الجزائر إلى أغنى مواطن في الجزائر أرأي مبدأ ما يقول لك شانا راني لباس بيصور الحال نشري لا ما تشريش خليه حتى يرخص الثمن التاع وحنا عدنا المواد الاستهلاكية غالية الأخت نعطيك على سبيل المثال في جيجل عندي الجار تاعي يعني لنحييه في جيجل قال لي اللحم تعالي بقيني يلحق حتى 75 ألف 750 دينار 800 دينار 80 ألف يعني أسعار معقولة مقارنة بالأسعار اللي رأي هنا كاي من مناطق في الوطن تلقاي السلع الخيسة ثم علاش وتلقاي نفس العوامل حتى هنا العائلة الجزائرية يصيبون في رحلة البحث يعني يروحوا البعض يعني يعني من جهة تيبازا بوسماعيل يعني يعني يروحوا يحوسوا يعني رحلة البحث يصيبوا يعني للسعر اللي يوالمهم يلقى السعر اللي يوالمهم إلا أنه علاش علاش نكلفوهم هذه المشقة هذه يعني ومشيق على المواطن يقدر يروح يقدر يمشي الناس رايب المصالح وحضرهم مشغول وحضرهم بعيد علاش هاد الشي حنا قلنا تسقي في الأسعار علاش اللحم راوي دير في جيجل خمسة وسبعين أو ثمانين ألف كما قلوا الحمد للبقدي ثمانين ألف نفس النوعية نفس النوعية وأجود الثماء هنا بسعر غالي يعني كان أمور ما تقدرش يعني الإنسان يدخلها علىها ما نحطوش في نفس المستوى رأينا الحمد للله ذو كالطريق سريع 900 كيلومتر يعني يقدر عندك مننا الوهران عندك ثلث ساعات يعني تبادلت على التجاري علاش والرقابة إلا أنه نعاود ونولي للرقابة ونعاود نولي المديريات التجارة لازم يكثفوا ولازم يطبقوا نظام الفوترة بحثافره ما كانش باش نعرف يعني المورد نعطيك سيالة استوردها من المورد لباقع الجملة إلى باقع تجزئان نعرف السعر الحقيقي تحتها ونحدد له هامش الحالة الفائدة لأنه الأمر هو يصيب جواب المواطن ورانا معتاق نشوف يعني ناخذ مبادئ ناخذ قال يا أخي هنا السلعة الفلانية هذا روي بغالي يلي حتى ذهنية التجار يقول لك نحن في أزمة تقشف أنا نزيد الأسعار والله تاجر صدقيني يا الأخت يعني نتكلم على التجار ما ناخد الأمر محمل أمر شخصي يعني ما عدنا كمونظمة ما نلقي ولو ما نحتوى وما عدنا حتى أمر شخصي مع أي كان إلا أنه جميع أمر لقاء تجار 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 يتحدث يقول لك نحن يقصوا طورة ومنها كانوا كلهم تجار علش هذا المهنة الشريفة خليها في سياق تحا ورحم المواطن والأرزاق بيد الله يعني الله عز وجل يكتب لك رزق ومكتوب لك وخذ حقك إلا أنك متقيد بسجل تجارك متقيد بضوابط متقيد بقوانين اللي ما لازم تجاوزها وفي غياب الرقابة في غياب الرقابة يدير كما يقول إحنا يدير كما حب يعني السيل عنتي محش تقول له لشركت بيع فيها بالسعر الفناني إلا أنه المواطن يروح يشوفهم كين باعة تجزيئة خلاص لحقت الأمور يعني أبي عنده أربع خمس أفراد رمي يدرسوا رمي ميزانية كبيرة ويأخذ يعني أكد له لازم يأخذ حاجة مليحة يعني يأخذ حاجة مليحة من أقلام وكراريس ومحفظة والإنسان كما يقول يرتب أموره ويرتب بالميزانية التاعه كما يقول يوصل حدوين إن شاء الله يا ربي الأمور تنفرج والأمور إلا أنه الإنسان يحمد الله عز وجل هذه نهضرها ونقولها الأخت لأنه رأنا في البلاد هذه رأنا محسودين على الجزائر صدقيني يعني خاف غياب على كل شي رأنا محسودين في البلاد هذه رأنا الحمد لله يارب رأنا عايشين في قارة كان أمور لازم نترحم بناتنا نحن كجزائريين ونسعف بعضنا من تجار ومن مستهلكين ومن ناقلين ومن كل شي لأن البلاد كما هذه نحن نصيب بلاد أخرى كما هذه فيما يخص ترشيد أنا فقط يعني ما يجب علينا اليوم لتغيير دهنية المواطن الجزائري أو يعني العقلية تعو كيف يصير مع تقلبات الاقتصادية نحن نسير يعني لما نتحدث يعني نخدك مثل الأعراس يعني الأعراس اليوم أصبح يعني تبذير فيها لا يوصف تبذير لا يوصف نزيد لك معلومة 60% من التسمومات الغذائية في الأعراس علاش يقول لك أنا لازم ندير نوع الأطباق كنوع الأطباق لازم اللحم يعني سيد الطعام اللحم اللحم وشيدير ما ياخدش لحم طازجة لغلاء الذبائح ياخذ لحم مجمدة ياخذ لحم مجمدة ما يحترم سلسلة تبريد كيم يحترم سلسلة تبريد تسمومات بالجملة رأنا لاحظنا كما نقول أمور دخيلة على المجتمع الجزائري يعني تشوفين تقول لك أنا في العرس وتلقيه مواطن بسيط صدقيني صدقيني اللي رأنا يبذروا كلهم من الطبقة المتوسطة رأنا منهم احنا البوسطة رأنا منهم تلقى عرس يكلف النفس يقول لك صالة ما ناخدش صالة تعد تسعين ألف دينار ولا تعد البلدية تجي نعيب الروح نكري يعني نبث مئة ألف دينار ياخذ لك سيارة تعد ليموزين ويقول لك هاي جات عادة وحضو خلال دخيلة تعد كاليش اللي تكلف مئة ألف دينار مئة ألف دينار كحد أدنى يعني سيارة ليموزين ولكاليش علاش اللي مجرد التباهي وتلقي ثلاثة كما نقول كان أمور نحكيها يعني الإنسان ما رايش بايد علينا بدأوا يكثروا كين هذيك اللي تجي ولو يحملوا العمالية بـ 25 ألف دينار وهذه كلها فواتير تعد عليه من بعد يقول لك مشاكل الطلاق أنا شفت حصة يعني متعلقة بالأمر هذا وينجل أخصاء نفسانيين قال لك يا أخي جل مشاكل تعد طلاق رايش من ديون متراكمة تخيلين أنت دير مليون دينار كدين عليه مئة مليون من بعد أنت العرس من راح يخلصها الاستدانة سهلة يعني تأخذي من عند هذا مئة ألف لأخر مئتين ألف تستعديني من بعد يوقع في مشاكل على ما ناخدوش الأمور ببساطة إحنا الوالدين كانت أمور بسيطة الأساس تحم فيما سبق أنه يكون أسرة وكيكون قناعة والحمد لله تشوفي ذلك الإطارات والكوادر هذا الوقت يعني تعالج التعنا ولا الجيل اللي قبلنا يعني كيفاش عاشوا كيفاش عاشوا تشوفي المعيشة اللي عاشوها تلقيها بسيطة جدا أنه بالك كانوا محرومين من أمور اللي رهي متوفرة بكثرة في الوقت الحالي كانوا محرومين محرومين إلا أنه الحمد لله جابوا أجيال وجابوا إطارات ودكاترة والحمد لله نحن لازم يعتمد المواطن يعتمد أمور بسيطة ولا يكلف الله نفسا إلا وسع في كل شي في الدخول المدرسي في الأضحية في الزواج في الأعرس الإنسان ما يكلفش طاقته لأنه تلقايا مستدين على الجل باش يحصل على ساكن استدانة باش يحصل على السيارة استدانة باش يدير عرس باش الناس هاد الأمور التباهي ما كانش كان في المجتمع الجزائي ما كانش ما كانش يحكيونا والإدارة بي رحمها يقول لك بكري كانت الناس عيشة بأمور بسيطة ما كانش كما نقول وحنا درك هاد الرفاهية وكري بكري باش تسنين الحافلة لازم تسنين نهار ولا يومين تسامين تسامين تسسبعينات ذوك الحمد لله النقل تواصل كل شيء يعني حتى كل عائلة ربما تصيب عندها سيارتين تلت سيارات تلت سيارات والكل يخرجوا كما قلوا في وقت واحد يعني التنظيم هي أمر تعتنظيم الأمر صح يطلب وقت إلا أنه يطلب تنظيم والإنسان يعيش والحمد لله يا ربي رانا 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 الامن وإن شاء الله كما قل الله هم جعل هذا البلد آمنا ورزقوه من الخير لأنه كالناس يقول لك رتب أمور كل شيء يبدأ منك كي تترتب الأمور كلها تترتب ما تشوفش من حواليك رتب نفسك أعمل لائحة نظم نفسك في حياتك يعني كالبرنامج برنامج دير برنامج نظم الميزانية تاعك وخليش خليها الله عز وجل خليها والله عز وجل هو اللي يرى مرتب الأمور نحن نحكو نحكو إلا أنه كل شيء مرتب ومسطر هذه يعني كسؤال أخير الدخل الضعيف والمتوسط ربما ما يسمح لهم مش أنهم يقتنوا أضحية يذهبون الأسواق الفوضوية لشراء اللحوب يعني ما هي نصائح لنقدروا أن نقدموها لهم نصائح هنا نصائح هنا نقول المواطن أنه خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية اللي راح تؤثر على الصحة يعني هذا مش يقال شراء قميس ولا شراء حاجة يعني تتقطع ولا يقدر يخليها يعني هذا الشير متعلق أساسا بالصحة إلا شاف أنه فيه أمر ضرع على الصحة وما يقتنش الله الغني لأنه لما تقتنطع هذا كما نقول الباع الفوضويين نحن ما نقولوش يعني ما نجرحو حتى وحد الباع الفوضويين فيما يخص الخضر والفواكه السلع التي تستهلك يوميا هذا ما استنتظروا نحن بالحكومة الجزائرية أنها تسوي لهم أفضحهم ويرجعوهم كمهنيين أما فيما يخص المواد التي تتعرض للحفظ كما نقولوحنا أنت تخضع لأنها تاريخ محدد تخضع تخضع للحفظ كل لحوم ما حش نقولك أنا أروح شري في السوق اللحم معروض في درجة 40 درجة معروض على درجة حرارة 40 درجة ولا أروح شري كما قلو الألبان ومشتقات الحليب في درجة مرتفعة دوم شروط الحفظ من ثلاجاتهم ما حش نفرض عليك إلا أنه إن كان الأمر يشكل عليك خطورة يا أخي ما تقعش الإنسان يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنضى أشهر وما النار ما شعلتش فيه من البيت تعله يعني خير الخلق وهذا الأمور تعالفقر والغينة كلها بيض الله عز وجل كلها بيض الله عز وجل والشعب كما يقولو إحنا اتعنا الحمد لله الشعب متراحم رأنا شفنا يعني واحد ما يخلي على أخوه أنا نطلب من الناس اللي رأي ميسورة الحال يشوفوا اللي أتامة ويشوفوا الناس هذا اللي رأي ميسورة الحال كما نقول الإنسان يزكي ويصدق ما تقدرش تقوله كما نقوله إحنا ما قدرش ما قدرش الإنسان يشوفوا واحد محروم ويخليعه رأنا نشوفوا الحملات والحمد لله الجمعيات رأي كاينة والله يبارك أنا نشوفوا الناس رأيت تصدق رأيت تشري أضحية العيد للناس المعوزة يعني حتى الأدوية كل شيء إلا أنه باش يروح يقتاني من الأسواق الفوضوية يعني لحوم وزيد ثانيك على ذلك كان الناس لما تقدرش تقتاني الأضحية يقول لك نشري كما نقوله إحنا الزوائد هذو تروحي الأسعار صدقين غير أسعار خيالية يروح يشري مسكين يقول لك نشري الزليف ولا نشري شوية كيف يبدأ أسعار خيالية تجار دائما نعاود نوجه الرسالة للتجار الربح العام فيه 365 يوم ارحم ترحم أنت إنسان لما يجيك يقول لك بيع لي الزوائد بيع لي الزوائد بيع لي الزوائد وبيع لي الكبد يا أخي اتصدق اتصدق يعني الفائدة تأخذها أنت من هذا الفقير تأخذها من هذا الإنسان القليل اللي راح تعصر له دمه راح محروم الزيد انت كما قلو إحنا زيد تكمل لديها أجر وحسنا لا لا لدي أجر لازم هذا الأمور أنا مسلمين شعب الجزائري مسلم علىها رأنا مسلمين علىها نتخلاوا على الأمور دينية الأخلاقيات تعديننا الحاني فيتاعنا اللي بها نقدر نسيره الأمور ونديره كل شيء ارحم ترحم هذا الرسالة نوجدها للتجار نوجهها للتجار ارحم ترحم نعم شكرا لك إذن سيد سوفيا لواسم ومثل عن منظمة الوطنية لحمية المسهلة شكرا جزيلا لكم شكرا